لا تبشر الأحداث المتواترة المتفائلين بحكومة الكاظمي بالتغيير المطلوب أو كما قدم له الكاظمي على أنه عهد جديد يغير الخارطة السياسية المعهودة أشهر قليلة مضت من تسنم الكاظمي منصب رئاسة الحكومة خلفت أزمات عدة وزادت في تركة الفساد بدل أن تقوم بتخفيفها فعلى صعيد الصحة تفاقمت أزمة كورونا وتجاوز عدد الإصابات اليومية أربعة آلاف حتى باتت أكثر مما كانت عليه في عهد حكومة عبد المهدي وفي الاقتصاد تجاوزت سرعة الانهيار ما كان متوقعا وبلغت أزمة رواتب الموظفين الحكوميين حدا كبيرا كما أن عمليات الاختلاس والسرقة ظهرت للعيان في عدة مؤسسات أما الحد من نفوذ الميليشيات وهو التحدي الأكبر الذي وعد به الكاظمي فلقد كشفت عملية إطلاق عناصر الميليشيات بعد عدة ساعات من اعتقالهم أن الكاظمي لا يستطيع أن يفرض سلطته على أصغر عنصر ميليشيوي فضلا عن الزعماء المتحكمين بمفاصل الدولة أكبر من قضية إطلاق سراح عناصر ميليشي العصائب تبرئة المجرمين عيانا وهذه سابقة لم يجر عليها أكبر الفاسدين ممن سبق الكاظمي حتى مرتكبوا مجزارات جامع مصعب بن عمير نالوا سكى البراءة في عهد الكاظمي وتلك وصمة عار تفضح أكذوبة سعي الكاظمي للحد من نفوذ الميليشيات فشل الكاظمي ليس ناجما عن سبب شخصي مقترن به فحسب وإنما عن طريقة سياسة الدولة التي حددتها أمريكا وطورتها إيران ومكن قواعدها الفاسدون الأوائل ولا يمكن لكل من يريد حكم العراق الحالي أن يحيد عنها أكثر المعنيين بتقييم الكاظمي هم المتظاهرون ولو رأوا فيه أملا بالتغيير لأوقفوا تظاهراتهم لكن ما قالوه لعبد المهدي يقولونه الآن للكاظمي نحن لم نثر لاستبدال الأسماء بل لبناء عراق جديد يفصل على مقاس حقوق المواطن لا على مقاس أطماء الميليشيات واستبداد الأحزاب